أبنائنا طلبة طالبات الصف الثالث سنوي الزراعي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادتكم مادة محاصيل الحقل النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حلقة جديدة بعنوان جديد اسمها صيانة التنوع الحيوي والتحديات البيئية التي تواجه قطاع الزراعة طبعا ايه هي التحديات التي تواجه قطاع الزراعة زي ما حضراتكم عارفين انك انت وانت رايح اي مكان في اي معوقات انت اي بتقابلك ولابد انك انت تتغلب على هذه المعوقات في الحلقات السابقة احنا اتكلمنا مع بعض عن الزراعة العضوية وعرفنا ايه هي الزراعة العضوية ان هي الزراعة التي تتم بدون استخدام اي مبيدات او اسمدة ايه كيموية نهائيا وعرفنا كيفية تصنيع كومبوس وعملية القمر اللي هي خاصة بكومبوس وعرفنا ايه هو كومبوس وقلنا كومبوس انه هو عبارة عن اسماد العضوي الصناعي الذي ينتج من استخدام المخلفات النباتية الجافة او الخضراء او المخلفات الحيوانية او الاسنين ايه معان بعد عملية قمر ايه هوائي لهم وقلنا ان القمر اللي عندنا في المحاصيل بيتم على طرقتين عندي قمر هوائي وقمر ايه لا هوائي قلنا القمر الهوائي اللي هو ينتج عنه السماد العضو الصناعي اللي هو كومبوس ولكن القمر اللي هوائي اللي انا بحفظ به مادة العلف بتاعت الخضراء في صورة ايه سيلاج وادنا مثال ايه عليها النهاردة هنتكلم عن التحديات البيئية التي تواجه قطاع الزراعة خصوصا في مصر واولها صيانة التنوع الحيوي تعالوا نشوف مع بعض على الشاشة معانا شايفين احنا صيانة التنوع الحيوي مجموعة كائنات ظهر عندي ايه في الصورة مجموعة الكائنات دي احنا لما ظهرت في الصورة لما قعد عرف صيانة التنوع الحيوي يبقى هتكلم عن مجموعة ايه كائنات هعرفوا بانه مجموعة كائنات يعني زي ما هي موجودة في الصورة الصورة احنا بنقول بتقول ايه الف كلمة انا لما شوف الصورة دي اتمن غير حتى لو انا ما كنتش عارف التعريف بقولك ايه اللي في الصورة هتقول لي هي مجموعة كائنات يبقى احنا كده وصلنا ايه لبداية التعريف بتاعنا فتعريف التنوع الحيوي هو عبارة عن مجموعة الكائنات الحية نباتية كانت أم حيوانية أو أحياء دقيقة تعيش على سطح الكرة الأرضية سواء في البحر أو على الأرض أو في الهواء برية كانت أو مستأنسة يبقى التعريف بتاعه عبارة عن مجموعة الكائنات الحية النباتية كانت أم حيوانية أو أحياء دقيقة تعيش على سطح الأرض سواء في البحر أو على الأرض أو في الهواء برية كانت أو مستأنسة أو مستأنسة فإحنا كده شفنا مع بعض التعريف بتاع التنوع إيه الحيوي ليه بقى لأن الكائنات الحية سواء كانت برية أو مستأنسة أنا بستفاد إيه منها بالمخلفات الحيوانية إيه بتاعتها وبرضو في مجموعة الكائنات الحية الدقيقة اللي هي بتكون بتحليل المادة العضوية وزائد مجموعة الحشرات اللي بتفيدني في الملقحات زي نحل العسل طيب النقطة اللي بعد كده أهمية التنوع الحيوي الزراعي إيه هي أهمية التنوع الحيوي تنوع الحيوي الزراعي أهميته إيه عايزين نعرف أهميته علشان نوصل للمغزة أو الفايدة بتاعته اللي هي المرجوة إيه ليه أول حاجة يدرس تنوع النباتات والحيوانات الزراعية ووضع هذه الأنواع في فرع مستقل نظرا لمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي يدرس تنوع النباتات والحيوانات الزراعية ووضع هذه الأنواع في فرع مستقل نظرا لمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي ازاي تنوع النباتات النباتات بتاعت احنا دلوقتي احنا لما تقسمنا المحاصيل بتاعتنا او النباتات الزراعية عماتا قلنا اننا عند محاصيل حقلية عند محاصيل بساتين عند محاصيل خضر عند محاصيل زينة الحيوانات عندنا اللي هي المستأنسة تقسمت في قسم او فرع الانتاج الحيواني الى حيوانات لحمة حيوانات لبن حيوانات جلود حيوانات الانتاج الصوف الحشرة تقسمت لحيوانات نفعة حيوانات مفترسات طبعية أو أعداء طبعية للأفات الزراعية أو ملاقحات وإنتاج العسل زي النحل العسل أو لإنتاج الحرير زي دودة الحرير يبقى إحنا كده إيه أسمنا كائنات بتاعتنا اللي هي موجودة في البيئة إنها تخدم التنوع بتاعه وتحقق للأمن إيه الغذائي إنك إنت تاخد كل فرع من اللي إحنا تكلمنا عليه دلوقت هتلاقي بيحقق جزء في الأمن الغذائي اللي خاص إيه بيك تعال نشوف بعد كده يعد التنوع الحيوي الزراعي ركيزة النظام الدعم لحياة البشرية يعد التنوع الحيوي الزراعي ركيزة النظام الدعم لحياة البشرية طبعا التنوع الحيوي ركيزة النظام الدعم لحياة البشرية ليه لأنك إنت ما تقدرش تستغنى على سبيل المثال المحاصيلة الحقلية بتاعتنا إنك إنت تقدر تستغنى في وجبة من الوجبات عن رغيف العيش بتاعك ما تقدرش تقدرش تستغنى عن رغيف العيش ليه لأن رغيف العيش واقبة اساسية رخيصة السمن بيوفر لك كارباهدرات اللي بتليدي الجسم ايه بالطاقة اه ومجموع ايه من البروتينات اللحوم متقدرش تستغنى ايه برضو ايه عن اللحوم ممكن استغنى عنها النهاردة بكرة ممكن استغنى عنها طول اسبوع بس مش اقدر استغنى عنها لمدة شهر ايه او شهرين هتبدأ تظهر على جسمي اعراض الهزلة او ايه او ناقص البعض ايه البروتينات او الفيتامينات اللي هي موجودة ايه في اللحوم ممكن استغنى برضو عن النباتات الخضر لان النباتات الخضر والنباتات الفاكهة بتحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات اللي بيحتاجها ايه الجسم يبقى كده تنوع الحيوي له دور اساسي في دعم الحياة ايه في دعم الحياة البشرية النقطة اللي بعد كده ثانيا التغيرات المناخية واثرها على مصر التغيرات المناخية كلمة كبيرة نقف عندها ونفكر يعني ايه تغير مناخي هل تغير المناخي ان مصر ما بين دايرة عرض وخط طول كذا راح تتغيرت بقت في مكان كذا لا هي في نفس ايه الحكاية ولكن بدأت تظهر بعض الظواهر نتيجة للمعاملات اللي هي حصلت للانسان والتقدم بفعل المصانع والعوادن بتاع السيارات يحصل حاجة زي الاحتباس الحراري بدأ يغير لي ايه في سماة ايه المناخية يبقى التغيرات المناخية واثرها على مصر لو ركزت معايا في الصورة اللي هي بتعبر عن الشاشة معايا هتلاقي ان الارض مقصومة نصية النص هو ده هو ده ولكن لما حصل عليه تغير مناخي اتحول من الاخدر الى الجاف او من الجاف ايه الاخدر طيب تعالوا نشوف مع بعض تعاريف تغير المناخ ايه هو تعاريف تغير المناخ هو ذلك التغير الكبير والمؤثر والملموس والذي يتميز بطول مداه في احوال الطقس والتي تشمل درجات الحرارة ومعدل تساقط الامطار ومعدل تساقط السلوج والرياح في مناطق ما من مناطق القرائية الارضية طيب ما تجي ناخد بلدنا مصر كمثال ونطبق عليها الكلام ده في الفترة الاخيرة شفنا اعصار اسمه اعصار التنين احنا شفنا اعصير قبل كده ما شفناش اعصير قبل كده ولكن بفعل تغيرات المناخية بدأت ايه الاعصير شفنا اعصار التنين طيب في بعض مناطق القاهرة الكبرى والقاهرة ميت المطر اثر فيها طيب اثر فيها ليه؟ لان احنا كان معدل تساقط الامطار على مصر سنويا اقل من 2 مليمتر ايه سنويا فبالتالي لما بدأت تزيد تساقط الامطار ده نتجة عن ايه زيادة تساقط امطار نتجة عن التغيرات المناخية اللي هي هي حصلت وبدأت تتغير حزمة الامطار من مكان ايه لمكان ايه تاني فبالتالي بدأت الاشارة بتاعتنا تتملمها لان احنا مش متعودين ايه على كده ومناخ بلدنا او طاقس بلدنا مفقوش الكلام ده ومتعودين علي منزمات ولكن اصار التغيرات المناخية بدأ يحصل ايه الكلام ده طيب الأثر المترتبة على تغير المناخ إيه الأثر المترتبة على تغير المناخ الأثر اللي هيترتب على تغير المناخ الآتي بص معي في الصورة الصورة دايما إيه بتعبر أنا ممكن يكون عندي جفاف هيحصل تصحر هيحصل ولما نتكلم عن كلمة تصحر للأراضي الزراعية توضحها أنه مش معنى تصحر أنها باقت صحر لا التصحر هو أي تضاهر ينشأ للأرض أي تضاهر ينشأ للأرض سواء كانت الأرض دي أرض صحراوية أو أرض تينية سقيلة وحصل لها تظاهر سواء عن ارتفاع نسبة الملوحة عن أن مية الرأي مش موجودة أي تظاهر حصل مش هينتج عنده محصول إذن الأرض كده في دخل عملية التصحر زي ما احنا شايفين في الأثار المترتبة الصورة اللي هي بتتكلم عنها هنشوفها مع بعض زيادة حدة تقلبات الإنتاج الزراعي على امتداد جميع المناطق يعني إيه زيادة حدة؟ يعني إحنا دلوقتي في جميع المناطق هنبص نلاقي كمية المحصول من المحصول للتاني هتبتدي تتغير من وقت للتاني أو من المحصول للتاني في السهلاك وفي المياه في محاصيل هتستهل كمية مياه كبيرة وهتدي كمية محصول قليلة ومحاصيل هيبقى فيها العكس ليه لأن التغير المناخي هيبدأ يشتغل على الاحتياجات أو الانتاج الزراعي عن متى ايه بتاعي رقم اتنين تناقص محسوس في طاقة الانتاج الزراعي لدى البلدان النامية ويسبب ارتفاع ارتفاعات اعلى في الاسعار يعني تناقص محسوس في انتاج طاقة الانتاج الزراعي احنا دلوقت في مصر لو اخذناها ان احنا مثلا متوسط محصول الفدان من محصول الامح في الاراضي القديمة مثلا 18 ارداب للفدان وفي الاراضي الجديدة من 12 الى 14 18 ارداب دول لو اخذناها كمتوسط على مساوى المساحة على مساوى الجمهورية ممكن يكافونا كم شهر او ممكن يكافونا كم يوم طبعا لما يحصل تغيرات مناخية هيحصل تأثير للانتاجية فبالتالي الانتاجية بتاعت ايه هتقل فهيحصل ارتفاع الاسعار على سبيل المثال كان عندنا السنة دي مثلا واضح جدا في محاصيل الفكهة زي محصول المنجة السنة دي السعر بتاعه كان عالي بس كمية المحصول على الشجر كانت قليلة كمية المحصول على الشجر كانت قليلة نتيجة ان مصر اتعرض للموجود حر شديدة ادت الى تساقط السمار في وقت العقد فبالتالي كمية المحصول صدعت ايه الليلة فحصل ايه في السعر سعرها عالي في ناس اكلت منجة سنة دي ونس ما اكلتش علشان خطر سعرها ايه عالي سعر عالي نتيجة ايه نتيجة للتغيرات المناخية اللي هي حصلت ايه في مصر او التقلبات حدة المناخ اللي هي حصلت ايه في مصر اثرت على ارتفاع ايه الاسعار النقطة اللي بعد كده الجفاف الشديد الذي يكتاح بعض مناطق ايه العالم طبعا الجفاف الشديد بيكتاح مناطق عالم لبعض مناطق العالم فالمناطق دي البلاد اللي حصل فيها جفاف عايزة تعود لنقص في المواد الغذائية بتاعتها فهتبدأ تستورد فمعادل الاستيراد ده هيبدأ يقلل الكميات المعروضة في البلدان اللي هي انتاجة السل عادية فهتبصت لايه برضو هيحصل ارتفاع ايه للاسعار وهتبصت لايه في حصل ايه تنافس بين المحاصيل ايه في الصورة دي بتوضح لنا شكل الجفاف اللي هو حصل ايه للارض زي ما حضراتكم شايفين تشققات ما فيش اي ايه زرع نامي ما فيش ايه محاصيل ايه نامية بتوضح لك ايه شكل الجفاف لما يحصل ايه للارض عامة اربعة الامطار الغزيرة المسببة للفيضانات والسيول المدمرة في مناطق اخرى من العالم طبعا الامطار الغزيرة بتغرق المحاصيل وبتعملك انخفاض عالي في الانتاجية بتاعتك احنا في سنة عشرين عشرين لما جاء عصار التنين في شهر ثلاثة فكان في عز ان الامح عندنا بيطرد السنابل فحصل ايه ان المطر نزل شديد فقصر السنابل السابقة اتكسرت فالسابقة اتكسرت المحتوى بتاعها هيقل لان الحبيبات حبات الامح جواها مش هتكتمل ايه النطج فكانت ايه ضمرة او بنقول عليها ممروطة او الوزن بتاعها ايه قال فبالتالي كمية الانتاج قالت فيه فادادين بسبب عصار التنين ما جابتش اكتر من عشر ارادب ايه للفادان وده كانت خسارة ايه كبيرة طبعا زي ما حضراتكم شايفين معنا في الصورة شكل الشوارع بتاعتنا في مصر لما بتنزل ايه مطر ده مطر شديد بدأنا احنا ما كدناش متعواضين عليه بدأنا نشوفه في السنوات ايه الاخيرة ونشوف الشوارع بتاعتنا ايه بالشكل ده زي ما هو بين ايه عندنا ايه في الصورة النقطة اللي بعد كده زيادة زوابان الجليد في الكطبين الشمالي والجنوب وبالتالي زيادة منسوب مستوى المياه في البحر والمحيطات طبعا ربنا سبحانه وتعالى حافظ معظم المياه دي في الكطب والشمالي والكطب الجنوب وفي صورة مياه متجمدة طبعا لما هيحصل ايه انخفاض ارتفاع لدرجات الحرارة وتغيرات مناخية هيبدأ الجليد ده يسيح طيب لما الجليد ده ينصهر والمية دي تنصهر هتنزل فين هتنزل في البحر والمحيطات فهتملأ البحر والمحيطات فهتحتاج هتلاقي ان في بعض المدن هتغرق بكامل هتطلع عليها البحر والمحيط ايه يغطيها من كمية المياه اللي هي ايه نزل فيها نتيجة ايه زوابان السلوج في الكطبين الشمالي والجنوب ده صورة بتوضح لنا شكل زوابان السلج في الكطبين يعني التلج اللي هي الحاجة اللي كانت محفوظة ديه مية بدأت تسيق تنصهر وبدأت تنزل ايه للبحار والمحيطات النقطة اللي بعد كده احتمال غرق اجزاء من العالم خاصة المناطق المنخفضة نتيجة زيادة منسوب مستوى المياه في البحار ايه والمحيطات واللي احنا وضحناها في النقطة اللي فاتت عن طريق ايه زوابان ايه الجليد في الكطبين ده شكل بيوضح لي شكل الاشجار لما يحصل زيادة في البحار والمحيطات وهتلاقي المية تطلع برا الش quo بتاعتها يشوفت حجم الشجرة بعد ديه وبقت المياه مغطية مساحة الديه وغرات مساحة الديه من الارض نقطة اللي بعد كده سمات التغيرات المناخية ايه سمات التغيرات المناخية الحاجة اللي بتوصفه والحاجة اللي بتحدده اللي بيبان منها الشكل الشكل التغير المناخي اللي حصل طيب حصل ازاي وحصل ليه وأقدر أتعارف على السمات دي ازاي تعلموا تعرف على سمات مع بعض رقم واحد زيادة انبعاثات غاز ساني أكسيد الكربون يعني زيادة انبعاث غاز ساني أكسيد الكربون ده سمة من سمات التغير المناخي ليه بقى لان كده هيحصل عندي حاجة اسمها احتباس حراري نتيجة لاحتباس ايه ارتفاع ساني أكسيد الكربون في الجو طيب رقم اثنين ارتفاع درجات الحرارة سواء العظمة أو الصغرى احنا درجات الحرارة ترتفع العظمة والصغرى احنا طبعا عارفين لو العظمة بنتكلم مثلا بنقول 33 درجة العزمة 18-19 الصغرى يعني العزمة هي درجة الحرارة في الشمس الصغرى هي درجة الحرارة في الزل في ارتفاع درجات الحرارة سواء العزمة أو الصغرى في الشمس أو في الزل ده من سمات التغيرات المناخية النقطة اللي بعد كده زيادة حدة التغيرات المناخية والأحداثي الجوية طبعا المطر دلوقت بنشوف السحاب والتقالبات الجوية يعني احنا ممكن تنام شايف الجو كنت بتلفسح شايف الجو صاف جميل وكويس نمت صحيط الصبح اللي قيت الجو قالب والمطر هي بتمطر دي من زيادة حدة التغيرات المناخية والأحداث الجوية اللي بدأت تحصل نتيجة التغيرات المناخية اللي تتعرض لهي البلاد النقطة اللي بعد كده زيادة الهجرة من الأماكن المتأثرة بالتغيرات المناخية الأماكن التي لم تتأثر بتلك التغيرات بشكل كبير طبعا الزيادة السكانية هتحصل نتيجة زيادة الهجرة لأنه دلوقت موجود في محافظات ما حصل فيها جفاف فأهالي المحافظة ديت هيبدأوا يهجروا لمحافظات تانية بمتوفر فيها مية ومتوفر فيها الغذاء فتبدأ الزيادة السكانية تحصل في المحافظات ديت نتيجة لزيادة الهجرة السكانية النقطة اللي بعد كده محاور تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والغذاء في مصر أهم المحاور للتغيرات المناخية على الزراعة والغذاء في مصر ايه المحاور ديت تعالوا نشوفها مع بعض اولا زاهرة التصحر واثارها على الاراضي الزراعية ثانيا اثر التغيرات المناخية على موارد مصر المائية ثالثا اثر التغيرات المناخية على انتاجية الفدان يبقى ديت تغيرات هتحصل زواهر هنشوفها تأثر علينا ازاي هنشوف اولا زاهرة التصحر اولا زاهرة التصحر واثارها على الاراضي الزراعية يقصد بالتصحر ايه تعرض الأرض للتدهور في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة مما يؤدي إلى فجدان الحياة النباتية وتنوع الحياوي بها يبقى التصحر هو تعرض الأرض لتدهور مش شرط أنها تتقلب صحرة لا هي أرضها تتعرض أي أرض مهما كانت درجة الخصومة بتاعتها تعرضت لتدهور إذن الأراضي دي تعرضت إلى تصحر حتى لو كان هذا التدهور ناتج عن الإدارة المزرعية إذن سوء الإدارة المزرعية أدى لتصحر الأرض يبقى التعريف مرة تانية تعرض الأرض للتدهور في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة مما يؤدي إلى فجدان الحياة النباتية وتنوع الحياوي بها ثانيا أثر التغيرات المناخية على موارد مصر المائية الموارد المائية بتاعتنا هتتأثر إزاي بالتغيرات المناخية رقم ألف موارد نهر النيل طبعا نهر النيل شريان الحياة في مصر هيتأثر معنا إزاي؟ قالك تشير التقديرات الدولية إلى احتمال نقص موارد النهر نتيجة لتحرك أحزمة الأمطار من فوق الهضب الإثيوبية والتي تمثل 85% من موارد مصر من النهر والهضب الاستوائية والتي تمثل 15% من الموارد المصرية يعني الهضب الإثيوبية هتتأثر بتحرك الأحزمة المطارية من عليها وهي تمثل عندي 85% من موارد مصرية للمائية لنهر النيل وال15% من الهضب الاستوائية المياه الجوفية بدلتا النيل طالما نقصت موارد نهر النيل فسوف ينسحب هذا النقص على المياه الجوفية المتجمعة في الدلتا نتيجة رشح النهر وهذا النقص سوف يحدث بذات النسبة التي تنقص بها مياه النهر يعني أنا عند المياه الجوفية في دلتا مصر ديت ما احتمد على نهر النيل طبعا نهر النيل نقص فهتبصت لايه مستوى أو منسوب الأبار أو مستوى الماء الجوفي بالدلتا هيبدأ يقل ينكمش هو التاني هيقل نتيجة لأن النهر قال لي لأن النهر هو يعتبر هو بيغزي المنسوب الجوفي في دلتا مصر عشان كده كان من ضمن تدعيات ساد النهر علينا ومن أهم المشاكل أن في حالة أن النهر عندي كمية المياه بتاعته قلت فهتضغى مياه البحر على دلتا مصر هتبدأ ترفع المستوى الأرضي فالأرض بتاعت دلتا هتبدأ تملح ونسبة الأملح ترتفع بها رقم جيم المياه الجوفية الصحراوية الخزانات الجوفية الصحراوية سواء كانت في خزان الحجر الرملي النوبي أو الحجر الجيري المتشاكك في معظمها غير متجددة وأنها مياه إحفورية يعني مياه إحفورية يعني من ساعة ربنا سبحانه وتعالى ما خلق الخليق أو خلق الأرض وهي المياه دي موجودة فين؟ في الخزان الجوف النوبي والمياه الجوفية الصحراوية في معظمها غير متجدد وأنها مياه إحفورية فلا يتوقع تأثيرها بالتغيرات المناخية دي مش هتتغير معي بالتغيرات المناخية إلا في حالة الخزانات التي تتلقى تغذية من راشح نهر النيل نحن دلوقتي في جزء من الصحراء الغربية بدأت بعض الأراضي في الصحراء الغربية خصوصا المجاورة للحدود الليبية تنخفض لما الليبي عملوا النهر بتاعهم النهر العظيم وبدأوا يسحبوا كميات مياه كبيرة من المياه الجوفية المخزون الجوفي فبدأت الأراضي تنخفض لأن المخزون الجوفي بدأ يقل وما فيش حاجة ايه تعوضه لأن دي مياه حفورية مش بواصلة لا بنهر ولا بمحيط ولا بأي شيء تمده ايه بالمية ولكن في بعض الأماكن في الصحراء المتطرفة بتمدها بتتغذى بميتها عن طريق نهر النيل أو الراشح الخاص بنهر النيل فبالتالي ديت ايه هتتأثر تأثير ايه بسيط لأن نهر النيل ايه هيمدها ايه بالمية النقطة اللي بعد كده الخزانات الجوفية تزداد ملوحة مياه الخزانات الجوفية الساحلية نتيجة تغيان البحر إذا ما ارتفع منسوب سطحه وفق السيناريوهات المتوقعة زي السيناريو اللي احنا تكلمنا عليه من شوية اللي هو خاص بسد النهضة وتغيان مياه البحر على مسواء المخزون الجوفي في دلتا مصر مياه الأمطار قد تنقص الأمطار الساحلية نتيجة تحرك حزمة المطر في اتجاه الشمال وهو ما بدأ بالفعل خاصة وانه عمق المنطقة المطارية الشمالية لا يتجاوز 50 كم إلي الجنوب طبعا مناطق الزراعة المطارية عندنا كمية اللي هي بتزرع الزراعة المطارية أو الزراعة البعلية اللي هي موجودة في محافظة شمال وجنوب سينا وموجودة عندنا في مرسة مطروح في محافظة مرسة مطروح كمية المطار اللي بتنزل ما بتقدرش إنها تكمل تديني محصول إيه اقتصادي فبالتالي لا تكفي للزراعة المطارية عندي فأنا بخش بعدها بعد المطار بحاجة اسمها الرأي التكميل علشان يعوض للفقد إيه لمياه الأمطار اللي هي إيه حصلت وبعد كده المحصول يقدر يكمل فترة حياته يديني المحصول الاقتصادي أو يحصل على المحصول الاقتصادي النتيجة عنه عن طريق الرأي التكميل النقطة اللي بعد كده أثر التغيرات المناخية على انتاجية الفدان كده التغيرات المناخية بتاعتنا هتأثر على انتاجية الفدان هتأثر على انتاجية الفدان إزاي تعالوا نشوف مع بعض الانتخفاض أو الزيادة اللي هي هتحصل للمحاصيل ايه المختلفة أثر التغيرات ايه المناخية استنتجت الدراسات أن التغيرات المناخية سوف تؤدي مستقبلا إلى إنعكاسات سلبية جوهرية على الانتاجية قوية لمحصولية القمح والزرة استنتاجت التغيرات انهم دول اهم محصولين ايه هيتأثروا طيب نشوف التأثر ازاي انتاجية محصول الزرة سوف تقل لحوالي 19% بحلول المنتصف هذا القرن عند ارتفاع درجة الحرارة حوالي 3.5 درجة مقوية اذا درجة الحرارة عندي ارتفعت ل3.5 درجة مقوية اذا الانتاجية بتاعت ايه هنا ايه هتقل لحوالي 19% طيب انتاجية محصول القطن سوف يزداد انتاجيته حوالي 17% اذا ارتفع درجة الحرارة الجو 2 درجة مقوي يعني هنا القطن هيفيدني القطن اذا ارتفع درجة الحرارة 2 درجة مقوي بس الانتاجية بتاعته هترتفع 17% عكس محصول الضرع لما زادت درجة الحرارة 3.5 درجة مقوي الانتاجية بتاعته قلت بنسبة 19% نقطة لبعد كده انتاجية محصول الضرع الرفيعة السرجة سوف تنخفض حوالي 19% والاستهلاك المائي له سوف يزداد حوالي 8% يعني الزورة الرفيئة عندي الانتاجة بتاعتها هتنخفض 19% والاستهلاك المائي هيزيد 8% كمان يعني هيحتاج كمية مية كبيرة علشان يقدر ينتج عندي ويدين ايه محصول طيب النقطة اللي بعد كده انتاجة محصول الشعير سوف تنخفض حوالي 18% والاستهلاك المائي سوف ينخفض حوالي 2% يعني شعير كده من المحاصلة تتحمل ايه الجفاف السهلاك المائي هيقل 2% ولكن الانتاجية بتاعته هتنخفض كم 18% طيب انتاجية محصول الارز سوف تنخفض 11% مقارنة بانتاجيته تحت الظروف الجوية الحالية في حين يزداد السهلاك المائي حوالي 16% اذا كان المحصول الارز اساسا ينمو في المية يعني بيسهل كمية مية ايه كبيرة فكده الانتاجية بتاعته هتقل 11% وسهلاك المية هيحتاج 16% كمان لزيادة ايه المية فبالتالي احنا هنبدأ ننتج اصناف او ننتجه لانتاج اصناف وتتحمل الجفاف وتنتج كمية محصول ايه وفيرة بكمية مية ايه وليلا انتاجية محصول فلسوية سوف تتأثر سلبيا بشدة تحت ظروف التغيرات المناخية وسوف يصل متوسط معدل النقص على مساوى الجمهورية حوالي 28% والسهلاك المائي سوف يزيد حوالي 15% المحصول الفلسوية يعتبر من المحاصيل برضو اللي بتتحمل ايه الجفاف شوية فكده الانتاجية بتاعته هتقل 28% والسهلاكه في المائي سوف يزيد كم 15 ايه في المية انتاجية محصول دوار الشمس سوف تنخفض انتاجيته بمتوسط نقص على مساوى الجمهورية حوالي 29% وسوف يزداد استهلاكه المائي حوالي 6% حيث انها من المحاصيل الحساسة لارتفاع درجة ايه الحرارة طبعا وراء دوار الشمس وراء كبيرة تشوفها في الشكل المفهولي بتاعها وراء حجمها كبير فبالتالي تعرضها لارشعة الشمس ودرجة الحرارة بيكون ايه كبير فبالتالي هي بتحتاج لما درجة الحرارة ترتفع هتحتاج تعوض الفقد اللي هيحصل للمية عن طريق عملية الصغورة التنفس او الصغورة التنفسية والنتح تعوضها بايه بانك انت تضيف كمية المية اللي هي ايه هتفقطها اللي هي هتوصل لكام حوالي 6% انتاجية محصول قصة بسكر وده من المحاصيل استراتيجية المهمة سوف تنخفض انتاجية السكر من محصول قصة بسكر حوالي 24% وزيادة في الاستهلاك المائي حوالي 2.3% يعني قصة بسكر عنده هيقل حوالي الرابع واستهلاك المائي هيزيد 2.3% فبالتالي انا هعوض النقص ده زي اللي هو حصل في المحاصيل السكر هابدأ اعوضه بزراعة مساحات كبيرة بديلة للسكر اللي هو بايه بمحصول بنجر السكر طيب النقطة اللي بعد كده توصيات المقترحة لمواجهة الاصار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية في مجال الزراعة ايه هي التوصيات المقترحة بقى لمواجهة الاصار السلبية تعالوا نشوف مع بعض رقم الف التكيف او الاقلمة لتخفيف الاصار السلبي وزيادة وتحسين الاصار الايجابي للظاهرة به انشاء برنامج قومي لبحث التغيرات المناخية والحد من اصارها على الزراعة يعني نعمل عملية تكيف واقلمة للمحاصيل بتاعتنا والحيوانات بتاعتنا علشان نقدر نجابه ايه هذه الزاهرة وانشاء برنامج قومي لبحث التغيرات المناخية يعدي لنا برامج خلينا نطبعها علشان نخاطر نواجه هذه المشكلة الخاصة بالتغيرات المناخية التكيف او الاقلمة لتخفيف الاصار السلبي وزيادة وتحسين الاصار الايجابي للظاهرة هتتعامل ازاي اهم الاستراتيجيات الخاصة بالتكيف والاقلمة المقترحة في هذا الشأن نشوف الاستراتيجيات دي ايه رقم واحد استنبط اصناف جديدة تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف وهي الظروف السائدة في ظل التغيرات ايه المناخية زي ما ذكرنا من شوية ان احنا ممكن استنبط اصناف خاصة بمحصول الارز انها تنتج انتاج عالي بدون اننا سهل كمية مياه كبيرة اول نقطة في الاستراتيجيات استنبط اصناف جديدة تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف وهي الظروف السائدة في ظل التغيرات المناخية رقم اتنين استنبط اصناف جديدة موسم نموها قصير لتقليل الاحتياجات المائية اللازمة لها احنا لما نتكلم لو ما نمسك محصول الدرة مثلا نقول ان محصول الدرة مدة حياته 120 يوم فانا ممكن استنبط صنف ويكون مدة حياته 90 يوم وبالتالي انا وفرت كده شهر من عملية الزراعة فمش هضيف مياه ايه الري وفي اصناف تاني بدأت نتم الانتاج فيها انها تاخد عدد ريات قليل وتديني محصول ايه عالي وخصوصا في محصول ايه الامحنة تستحمل استراتيسات العطش ايه والجفاف عشان ما تأثرش عندي في كمية الانتاج ثلاثة تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة وكذلك زراعة الاصناف المناسبة في المناطق المناخية الملائمة لها لزيادة العائد المحصول من وحدة المياه لكل ايه محصول علشان تزيد ايه في المحصول من وحدة ايه المياه مثلا اقول انا الارداب بالامح ده هيستهلك مثلا لو انت حسابت ان فدان الامح بياخد ست ريات في كل ريات تلاتين تلتمية متر مكعب اضرب تلتمية في ستة باربع تلاف بتمانية وربعين الف متر مكعب اللي هي تحتبر كمية المياه لفدان الامح هيديني كم اردابة هيديني 18 اردابة هتقسم كمية المياه ديت على الاردابة هيطلع ليك ان كل ارداب استهلك كذا طيب انا ما انتك صنف اطلع اصناف معدلات او وحدات المياه اللي انا هديها لها بالمتر المكعب تديني انتاج اعلى من اصناف التانية اللي بتستهلك كمية مياه كبيرة النقطة اللي بعد كده تقليل مساحة المحاصيل المصرفة في الاستهلاك المائي او على الاقل عدم زيادة مساحة زراعتها مثل الارز وقصب السكر والموز والحمضيات انا عند الارز محصول مستهلك للمياه بيحتاج كمية مياه كبيرة وكذلك قصب السكر والموز عشان كده بتلاقي مزارع الموز دايما متوزعة على ضفاف نهر النيل طول ما انتهيه ماشي خمسة زراعة محاصيل بديلة تعطي نفس الغرض ويكون استهلاكها المائي وموز من نموها اقل مثل بنجر السكر بدل اصب السكر يعني احنا لما قلنا ان اصب السكر الانتاجية بتاعتها تقليل 24% والانتاجية واستهلاك المائي هيزيد 2.8 من 10 قلنا ممكن نعوض الفائد ده عن طريق زراعة بنجر السكر بنجر السكر محصول ايه حولي محصول شتوي حولي مش هيكمل معايا ايه سنة في الارض بياخد 30 ايه السنة بس من الارض وهيديني نفس انتاجية السكر من اصب السكر النقطة اللي بعد كده الري في المواعيد المناسبة وبالكميات ايه المناسبة في كل ري حفاظا على كل قطرة ايه ماء دايما كنا بنشوف زمان كان بيجي في التلفزيون المصري برنامج سر الارض كان دايما بيدينا توصيات وتوجيهات خاصة بعملية الري وخصوصا الفلاح في عملية الري يقولك ما ترويش الارض ايه في وقت الظهر او في وقت الظهيرة او ما ترويش في وقت ارتفاع درجة الحرارة اروي الارض لا اما في الصباح الباكر او في نهاية النهار او اخر ايه النهار علشان تحافظ ايه على المية من عملية ايه البخرة او والحاجات وعن طريق ارتفاع درجة ايه الحرارة دي طبعا كانت بقارة من جميلة جدا افادتنا كتير ونحنا بنعتبر الحتة دي سنطبق فيها النقطة دي اللي هي الراية في المواعيد المناسبة وكمياته المناسبة في كل رية حفظها على كل قطرة مية الكمية المناسبة ان انا عندي مثلا اراعي ان الفدان عندي بياخد مثلا فرية المحياة 330 متر مكعب ادي له 330 متر ادي له 400 عشان ما يحصلش تغريق فرية المحياة لما اقول بياخد من 200 ل 250 متر مكعب فرية المحياة ما زودش لل300 عشان ما يحصلش تغريق وفاة لان الزيادة بقى عن عن كمية الياهراء اللي هي تم اضافاتها ديت لا اما هيحصل لها صرف جوفه في بطن الارض راحت او هيحصل لها بخرف وتطلح في السماء في صورة ابخرة ايه وسحب معدرشة سفاد ايه بيها النقطة اللي بعد كده انشاء برنامج قومي لبحث تغيرات المناخية والحد من اثارها على الزراع البرنامج هيعمل ايه معي البرنامج اهداف البرنامج اللي هو هيتعامل ده اهداف ايه رقم واحد يبقى زيادة قدرة القطاع الزراعي على التكيف لمواجهة التغيرات المناخية مع التركيز على المناطق الزراعية الاكثر ايه هشاش يبقى زيادة قدرة القطاع الزراعي على التكيف لمواجهة التغيرات المناخية مع التركيز على المناطق الزراعية الاكثر ايه هشاش النقطة اللي بعد كده تقدير التأثير الكمي للتغيرات المناخية المتوقعة على انتاجية المحاصيل والصروة الحيوانية والاحتياجات المائية الزراعية والأفات والأمراض النباتية والحيوانية يعمل تقدير للتأثير الكامي يعني أنا أقول زي ما شفناها من شوية اللي هو أن نحن بنقول انتاجية الفدان هتقلب كذا أرداب أو هتزيد أو استهلاكه من الرأي هيزيد كذا في المياه ده متقدير كامي بالكمية النقطة اللي بعد كده العمل على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري النتيجة عن زراعة المحاصيل المختلفة وذلك عن طريق الممارسات الزراعية والإدارة المزرعية السليمة العمل على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري النتيجة عن زراعة المحاصيل المختلفة ديت أن على سبيل المثال لو خدنا محصول كان متهم الأول في سحابة السودان اللي هو محصول الأرز جميع المزرعين بتعود الأرز بعد عملية الحصاد للرز والأرز وضربه وأخذ المحصول الاقتصادي كان بيفضل عندهم مشكلة كبيرة اللي هي مشكلة الأرز فكان نتيجة أنهم بيحرقوا قش الأرز في الأرض فالنتجة عنه نتيجة عنه سحابات سودان نتيجة لانبعاثات الغازات والدخان الأسود وتكون سحاب أسود فبالتالي المحاصيل اللي أنا هزراحها لابد أن تساهمش في زيادة الاحتباس الحراري أن المخلفات بتاعتها قدر أحولها لأي صور تانية وبدأنا نحول بالفعل المخلفات النباتية في صورة السماد العضوي الصناعي اللي هو صناعة الكمبوسي أن أنا بأخذ المخلفات النباتية الجافة أو الخضرة وعملها سماد أضيف الأرض الثاني يمدل للأرض بجميع العناصر الغذائية بدل محرق المخلفات دي وتعمل لي احتباس حراري وتعمل لي تلوث في الجو النقطة اللي بعد كده توعية المزارعين وتدريبهم على كيفية تكيف تكيف زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة تحت ظروف المناخة الحالية والمتوقعة عن طريق الإدارة المزارعية السليمة يعني أضرب المزارعين أعمل لهم نرشارات استرشادية أعمل لهم برامج موجهة في التلفزيون أضربهم على الزراعات السليمة والموارسات الزراعية السليمة علشان خطر ما يحصلش فقد الموارد المائية بتاعتنا والموارد الطبعية علشان خطر أواجه مشكلة التغيرات المناخية اللي هي أثرت على الأمن الغذائي وقطاع الزراعي في مصر النقطة اللي بعد كده تأثير إنتاج الطاقة من الوقود الحيوي على توفير الغذاء تأثير إنتاج الطاقة كلمة هنقف عندها شوية وفكر معايا شغل دماغك خلي الترس كده يتحرك الله هي الإنتاج الطاقة من الوقود الحيوي هيؤثر لي على الغذاء على توفير الغذاء ليه بقا علشان خطر أنت دلوقتي كمية المحصول اللي هي أنتجت من وحدة المساحة وليكن اللي هو الفداد في جزء منها يتاخد ما كان يتاخد للغذاء كله في جزء هيتاخد منه لإنتاج الوقود الحيوي هيتعمل منه إيه وقود خصوصا حصل في الدول الأوروبية بعد حرب أكتوبرا لما في حرب أكتوبرا المجيدة الدول العربية وقفت مع مصر أنها بعض الدول منعت البترول بتاعها عن بعض الدول الأوروبية اللي كانت بتسند إسرائيل فبدأت بعد الدول دي تشوف حل تاني غير أنها تستخدم إيه الوقود ده فبدأت تستخدم الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية إيه عندها فهنشوف في التأثير بتاع إنتاج الوقود من أطاقة الحيوية الوقود الحيوي على توفير الغذاء إن أصبح دلوقت العربية بتنفسني في الأكل يعني إيه العربية بتنفسني في الأكل دلوقتي كنت بحط بنزين بحط وقود إيه حيوي الوقود الحيوي جاي من إيه جاي من الضرة ومن الأمح ومن الحاجة اللي هي كانت بتتعامل عيش أنا أتغزى إيه عليه فأصبحت دلوقت أنا والعربي نتنافس على إيه؟ على الغذاء ليه؟ لأن دلوقت كمية المنتج اللي هي طال عالي من وحدة المساحة واحدة وليكن مثلا طب انتشر هذا بمتوسط الانتاجية الوقود الحيوي أخذ عشر أو فضل تمانية إيه للغذاء فبالتالي طب أنا هجيب بقية الناس هتاكل منين فده حصل تنافس ما بين إيه الوقود وبين إيه الغذاء بتاع الناس في النقطة دي تعريف الوقود الحيوي عايزين نعرف الوقود الحيوي؟ بص معي في الصورة دي هتعبر لك إن أنا باخد محاصيل زراعية بحولها لوقود بتشغلي المصانع والعربيات بص في الصورة كويس هتبين لك يعني إيه؟ تعريف الوقود الحيوي طيب هنشوف تعريف الوقود الحيوي هو إنتاج الطاقة من الكائنات الحية سواء النباتية محاصيل منزرعة أو نباتية طبعية أو نباتات طبعية أو الحيوانية إيه منها؟ يعني أنا هنتج الوقود الحيوي عندي من الكائنات الحية نباتية محاصيل منزرعة أو نباتات إيه طبعية أو الحيوانية إيه منها؟ طيب ده شكل صورة بتوضح لإن أنا دلوقتي بفول العربية بتاعتي في التانك بتاعي عن طريق إيه؟ وحدة إيه وحدة المساحة فبالتالي أثر عندي إيه على الغزاء رقم وده صورة بتوضح لي الشكل إيه اللي هو حصل عن طريق تغير إيه المناخ حصل جفاف للأراضي وحصل هزول إيه ببعض الحيوانات فالناس كده هتأكل منين؟ هتزرح فين علشان خاطر إيه توفر إيه الغزاء رقم اتنين التصحر وعدم توفر الغطاء النبات المحافظة على الرقعة الزراعية التصحر تدهور الأرض وفيه تدهور تاني اللي هو المباني على الأراضي الزراعية أو زحف الكتلة السكانية على الأراضي الزراعية فطبعا كل فدان تم بناء عليه عمل نقص في كمية الغزاء المنتجة للناس النقطة اللي بعد كده سوء الإدارة للمزارع والأراضي الزراعية المتاحة طبعا سوء الإدارة ده بيحول الأرض لعملية التصحر بيانتج عنها خسارة كبيرة جدا بيضهور لحالة الأرض بيضهور لحالة المحصول مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في انتجية المحاصيل النقطة اللي بعد كده عدم القدر على تطوير الاستثمارات لاستصلاح الأراضي القابلة للزراع مش هقدر أعمل مش هيكون عندي قدرة إن أنا أطور الاستثمار إن أنا أستصلح أراضي تانية إن أنا أستصلح أي كمية أراضي أنا أستصلحها هتضيف للأراضي الزراعية عندي أو رقعة الزراعية عندي فبالتالي هتوفر لي المحاصيل اللي هيتم زراعتها إيه فيها النقطة اللي بعد كده نضرت المياه وعدم التحول إلى النظم الرأي الحديثة وخاصة في الأراضي الجديدة إحنا بنقول في العادي الفدان بياخد 300 متر مكعب في الرأي في الرأي بالغمر ولكن لو أستخدم رأي بالرأي أو رأي بالطنقيد الفدان عندي هياخد من 14 إلى 20 متر مكعب في الرأي الواحدة إذا نشوف أنا كيف وفرت كمية مياه قد إيه طيب أنا لما أتجه للنظام الرأي الحديث أنا أوفر كمية مياه كبيرة أبدأ أستصلح بأراضي إيه تانية وأزرحها فبالتالي نضرت المياه وعدم التحول إلى النظام الرأي الحديث ده بيأثر إيه تأثر إيه جامد إيه علي النقطة اللي بعد كده الزيادة السكانية المطردة وارتباطها بالوادي القديم دون توفير فرص عمل حقاقية الزيادة السكانية اللي حصلت أن كل واحد إحنا في الوادي وكل واحد في محافظته عايز شغله وأكله وانتقاله جنب البيت مش عايز يطلع بره مش عايز يباد تالي عشان كده إحنا لو عملنا مدنك جديدة هنبص نلاقي برضو الناس لسه موجودين إيه في منطقة الوادي إيه والدلتا عشان كده بتشوف الزيحام الشديد والخانقة المرارية والزيادة السكانية اللي موجودة في محافظة إيه الكاهرة زي ما شفنا لما كان إيه قالك التعداد مصر في سنة 2030 هيبقى مثلا التعداد القاهرة هيبقى 2 مليون لا هيبقى 10 مليون من باب يعني إيه الضحكة على زيادة السكانية اللي هي إيه حصلة النقطة اللي بعد كده وسائل مواجهة مشكلة الوقود والأمن الغذائي في مصر العنوان ده بتاع حضراتكم النهاردة عايز حضراتكم أنكم تحضروه وهنتكلم فيها في الحلقة الجاية إن شاء الله بس عايز حضراتكم تقروا معي وتفكروا فيه وتشوف إيه اللي احنا ممكن نوصل في وسائل مواجهة مشكلة الوقود الحيوي والأمن الغذائي في مصر هنعملها إزاي وإزاي نقدر نتغلب إيه عليها وإن شاء الله هيكون هو ده موضوع حلقتنا الجاية وبكده هنكون وصلنا لاختام حلقتنا النهاردة أستودعكم الله الذي لتضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته